في الحلقة الجديدة من مسلسل تل الرياح أفسد خليل خطة زينب تماما أبلغ خليل الجميع أن زينب كانت مع زوجته أعلن خليل أنهما سيرزقان بطفل قريبا لكن زمرد كانت أسعد بهذا الخبر الكاذب وكانت زينب قد أخبرت خليل سادقا أنها ستتركه في طي النسيان لكن بهذه الخطوة انتزع خليل هذه الورقة الرابحة من يد زينب وفي الوقت نفسه منع زينب من القول أنهما على وشك الطلاق وأن زواجهما مزيف وكان من الواضح أن وراء هذا السلوك من خليل نية وضع زينب في موقف صعب ورغم هذه التطورات إلا أن الانطباع بأن خليل يريد زواجا حقيقيا من زينب على الرغم من أن خليل يحاول تفكير زينب بحبه إلا أن زينب لا تزال غاضبة منه من ناحية أخرى فإن تصريح سونجول بأنها لن تسمح بولادة طفل زينب يجعل الأمور أكثر تعقيدا تشكل خطط سونجول لإذاء زينب تهديدا كبيرا لكل من زينب والطفل الذي سيولد في المستقبل ويتوقع خليل أن تقبله زينب زوجا لها ويبدو أنه سيستمر في دفعها لتحقيق ذلك ويقول أيضا إن خليل عمر أصلا لي سيتعاون مع أعدائه ويوسع أعماله زينب التي علمت بهذا الموقف تتفاعل معه بقصوة في المقابل يرى خليل أن زينب تقلل من شأنه باستمرار ويتوقع منها أن تقول له أنا زوجتك لا أريد هذه الشراكة ومع ذلك لا تزال زينب تعتبر خليل محتالا ولا تشكك في خطواته قد تؤدي الشراكة التجارية التي خطط لها خليل إلى ظهور الأحداث الماضية إلى النور مرة أخرى يمكن لهذه الشراكة أن تكشف النقاب عن أولئك الذين الحقوا الضرر بعمر أصلا لي وتنتقم لوالد زينب بعد سلوك خليل ستبدأ زينب في التشكيك في الأحداث مرة أخرى وربما فهم معنى الحقائق الواردة في الرسالة بشكل أفضل شكرا